الاهلي من بداية الموسم اللي ابتدت بالسوبر الافريقي ابتدت بضغط مباريات في الدوري بالدوري الافريقي وشفنا فيه صفر سافر تنزانيا بتسافر جنوب افريقيا بترجع مصر كم عدد مباريات كبير وكمان بتشارك في كأس عفوا كأس العالم لندية في 8 يام او في اسبوع 3 مباريات مباريات تقال بلغة الكورة هتطلع بعد يوم الجمعة بعد مباريات تحديد المركز التالت والرابع هتطلع على السوبر المصري في الامارات بالنسخة الجديدة هتلعب ماتشين كم مباريات كبير جدا كم ماتشات كبير جدا النادي الاهلي علشان الفترة اللي جاية وضغط المباريات النادي الاهلي نزل منذ قليل على صفحته الرسمية اعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة كأس الرابطة دي البطولة المستحدثة لعملتها يعني الربطة المصرية اللي بتدير بطولة الدور الممتازة معنا البيان يا ريت ننزله دلوقتي معنا علشان نقول نص البيان وده من القرارات المهمة علشان الفترة اللي جاي زي ما احنا شايفينه قدامنا البيان الاهلي يعتذر عن عدم المشاركة في كأس الرابطة ارسل النادي الاهلي خطابا اليوم الى رابطة الاندية المحترفة يعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم وشرح الاهلي في خطابه الاسباب الموضوعية التي كانت وراء الاعتذار وجاء في مقدمتها تلاحم البطولات والمباريات حيث بدأ الفريق مشواره هذا الموسم بالمشاركة في كأس السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية ثم الدور الأفريقي لكرة القدم الذي شهد لقاءات متلاحقة كل 72 ساعة داخل وخارج البلاد تلاته بطولة الدور المحلي بالتزامن مع المشاركة في بطولة دور أبطال أفريقيا ثم التوجه للمملكة العربية السعودية لتمثيل القرى الأفريقية في كأس العالم الأندية التي تجرى فعاليتها الآن وعقب الانتهاء منها يوم الجمعة المقبل يتوجه الفريق مباشرة إلى مرات المشاركة في كأس السوبر المصر بنظامها الجديد لأول مرة كل هذا التلاحم أصاب غلبية اللاعبين بالإجهاد البدني والذهني فضلا عن إصابات الآن ضربة العديد من العناصر ومع كل هذا فقد سعى النادي الاستعانة ببعض لعبي فريق الشباب للمشاركة في كأس الربطة لكن حتى هذا الأمر تعذر بسبب ارتباطهم بالمشاركة في المسابقات العمرية المختلفة وإصابة العديد منه خلال فترة الماضية كل ما سبق الإشارة إليه كان وراء قرار النادي بالاعتذار عن عدم المشاركة في كأس ربطة الاندية المحترفة في الموسم الحالي هو ده بيان اعتذار النادي الأهلي عن عدم المشاركة في كأس الربط كم من مبارات كبير جداً زي ما قلت لحضراتكم احنا مش بنقول مبارات لكن ده واقع شفناه من خلال البيان هارجع وأقول لكم شوف النهار ده الوداد واحد من الفرق الكبيرة المشاركة في دورة أبطال أفريقيا النهار ده بيتعثر أمام سنبا التنزال في ملعب ويعني قابة كوسانة وأدنى من يخرج من البطولة بسبب ضغط المباريات بطولة الدورة الأفريقية لكن النادي الأهلي للحظة اللي احنا فيها متماسك لكن الإدارة بتبص علشان المستقبل علشان كم المباريات والمسابقات اللي انت داخل فيها فالنهار ده قرار النادي الأهلي ده قرار محترم علشان الفترة اللي جاي علشان أفل موضوع كأس العاملان دي من هنا لازم أتوجه بالشكر لكل جماهير النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية اللي كانت حريصة على حضور مبارات اتحاد جدة وفلومينس البرازيلي حضرت أنا المباراة الأولى في اتحاد جدة شفت تشجيع مثالي مؤذرة ودعم ومسندة من أول ديه لآخر ديه من جماهير النادي الأهلي مش غريب ودي عادة جمهور النادي الأهلي علشان كده ان شاء الله يوم الجمعة يا جمهور النادي الأهلي العظيم في المملكة العربية السعودية عندنا مباراة مهمة تحديد المركز الثالث والرابع محدش يقلل من مباراة ده تاريخ بيكتب في تاريخ النادي الأهلي النادي الأهلي في البطولة دي حقق تلاتة برونزية ان شاء الله ده أمر الليان حقق الرابعة ويبقى تاريخ يسطر في تاريخ النادي الأهلي علشان كده عايزين كل الدعم والمسندة وجمهور النادي الأهلي كعدتوا يكون متواجد في هذه المباراة يوم الجمعة ان شاء الله وبعدها هنشوف بعد كده السوبر المصر نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل هنتكلم بقى عن حاجة من الحاجات الإيجابية علاقة الأهلي والإسماعيلي شفنا حفاوة واستقبار رائع من قطاع النشئي بالنادي الإسماعيلي اللي بعثت النادي الأهلي موليد 2007 في الإسماعيلية وشفنا بيان عظيم من نادي الأهلي كن لده ولكن بعد الفاصل